وكمان لازم نأكد على ان احنا النهاردة كنا بنتكلم على حاجة كانت مهمة جداً جداً لابنة مهمة جداً جداً بتتشابك مع لابنة النضوج وهي اللابنة التالتة اللي كانت بعد لابنة ان الاسرة قيمة وبعد ان الاسرة قيمة اساسية فيها الحب وبعدين الحب لازم يحفظ بالنضوج كان لازم كمان النضوج ده لازم نعيش بيه فكان لازم يبقى فيه تطوير وعشان كده قلنا شوية اجراءات عشان نحافظ على التطوير الاسري اول حاجة لازم نتعلم حب الحياة وكمان لازم نقول لهم ان الحياة لكل افراد الاسرة كل افراد الاسرة لازم اكتموا على معنى ان الحياة نعمة وعشان هي نعمة لازم نترقى ونقوم بشكرها عشان كده لازم نتطور ويبقى التطور ده دائماً ويبقى ده من باب شكر النعمة الحاجة التانية المهمة جداً ان احنا نشوف افضل الطرق لنصيحة اولادنا ولو مش عارفين نسأل خبير في التربية الحاجة التالتة والمهمة ان احنا نخصص جلسة اسبوعية عشان نقعد مع اولادنا ونفكر ازاي عن طور حياتنا رابع حاجة وده كان شيء مهم جداً ان احنا نتعلم من اولادنا مش عيب ونشكر اولادنا ونمتني اليهم ان الامتنان ده بيزيد الحنان والاولاد ما تعرفش ليه لما انت بتمتني لهم وبتشكرهم بيحسوا ان انت حنين حاجة غريبة جداً جداً ويزداد البيت امان ويزداد البيت حنان الحاجة الخامسة ان يكون عندنا حاجة اسمها الاهداف الاسرية اللي احنا هنعملها مع بعض وننصيغها مع بعض عشان تظل حياتنا دائماً منورة ونشوف المستقبل في نعم كتير من ربنا لما نعود ونجتمع على الاهداف الاسرية بتاعتنا